ترجمة نانسي قنقر اللي تبيني تقولي هنا ما بيننا مستحى أشوفين بدر الله يشهد طول عمري أحبك وأعزك وأحترمك وأغدرك وعيالك بحسبة عيالي ما أحب أقذيك بشي في موضوع أنا توني عرفته بس ما أنا عارفة شون بقوله لك هذه مش فيتش خرعتيني يعني أنتم أنتم محتاجها المقدمة هذي كلها عشان تشين بالموضوع أنا عرفتش من السنين جارتي وأحبتش و شينو فيه أنا بنتش بس ألو وعليكم السلام موجودة؟ يخلها عندك أنا الحين يايا لا تخليها تمشي يلا مع السلامة أم بدر تعلي أي لتش عندي شغلة بالبيت بروحة بسرعة زيني قولي لي بالأول الموضوع ليايا على شانا إن شاء الله مرة ثانية مع السلامة حليما أنت محتاجة شيء؟ تبين شيء؟ مع السلامة 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 يا عمر يا حليبة ما شاء الله عليك ما تغيرتي حتى أنت ما تغيرتي يا عمر يا حبيبتي والله ما هقيت عقب هالسنين إني راح أشوفك والله من جيت لكويت وأنا أسأل عنك أبي بيتك أبي تليفونك ما حد يعرفه تذكرين يا حليمة آخر مرة شفتك فيها؟ أذكر هذا يوم ينسي يا حليمة البنية لقيتها في حوش بيتهم تبكي وطايحة مجروحة ماني حارفش أسوي وإحنا لازم نروح السعودية إزاي ما سألتي عن أهلها ما دورتي عليهم دورت حتى داخل بيتهم دورت ما لقيت أحد والجيران أكثر هم طالعين وعلي عليها البنية تكسر الخاطر صغيرة أنا أقول الحين خليها عندك إحنا الحين بحرب وما يندرش بيصير